السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعي قناة عيد ميكس اهلا وسهلا ومرحبا بكم وكل عام وانتم جميعا بخير رسميا تم الاعلان عن فاتح باب التقدم لمدرسة الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2020-2021 ولكن قبل ما نبدأ الخبر بس ازنكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة لو انتم اول مرة تشوفوها وتفعلوا زر التنبيهات او الجرس على وضع الكل حتى يصلكم منا كل جديد على القناة ويلا بينا نبدأ مع بعض الخبر حيث اعلان الدكتور طارق شوكي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب من جميع محافظات جمهورية مصر العربية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروع للعام الدراسي 2020-2021 وسيكون التقدم للمدرسة وفقا للاعتبارات التالية اولا الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بالمدرسة واحد الطالب الناجح في شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي في نفس العام من جميع محافظات الجمهورية ومستوفي لشروط التقدم يعني ان شاء الله الطالب اللي هو حصل على شهادة اتمام الدراسة لهذا العام اللي هو 2020 هو ده اللي هيسمح ليه بدخول اختبارات القبول بالمدرسة اتنين بالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح يشترط حصول الطالب على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي اللي هي الاعدادية من محافظة مطروح ثانيا اجراءات التقدم لامتحان يعني ازاي انا هتقدم لامتحانات هذه المدرسة واحد بيتم تسجيل استمارة التقدم الالكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طبعا هذا الموقع اهتطولك او هذا الرابط ان شاء الله يا شباب اهتطولك في اسفل الفيديو في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت اللي هو اول تعليق ان شاء الله اتنين بيتم فتح باب التقدم الكترونيا بداية من يوم الخميس اللي هو تسعة سبعة لحد يوم الاحد الموافق تسحتاشر سبعة ولن يتم قبول طلبات التقدم بعد هذا التاريخ ثلاثة بيقوم الطالب بانهاء اجراءات التقدم الالكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولي الامر بالتوقيع على هذه الاستمارة ليه؟ عشان يقدمها لقسم شؤون الطلبة والامتحانات بالادارات التعليمية اللي هو تابع لها عشان يبدأوا في مراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع مجموعة من المستندات هنقول لكم عليها يا شباب واحد ان انت بتلسق عدد اتنين صورة شخصية حديثة على استمارة التقدم اتنين صورة من الشهادة الاعدادية او بيان نجاح معتمد ثلاثة صورة طبق الاصل من شهادة الميلاد اربعة ايسال مقابل اداء خدمة قيمته مائة جنيه فقط لغير للتقدم لاداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة ده بيكون على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري يعني انت بتعمل حوالة بريدية في البريد باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات بمية جنيه ثالثا شروط التقدم للمتحان ايه ان يكون الطالب مصر الجنسية اتنين قال لا يزيد السن في واحد عشرة الجاية الفين وعشرين ان شاء الله عن تمنتاشر سنة ثلاثة الحصول على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي دور اول بمجموعة لا يقل عن ميتين اتنين وستين درجة لجميع محافظات جمهورية مصر العربية اربعة لا تقل درجات الرياضيات واللغة الانجليزية والعلوم عن 95% يعني لازم تبقى حاصل على مجموع درجات في مادة الرياضة والانجليزي والعلوم على 95% على الاقل ربيعا الطلاب المقبولين بالمدرسة ايه اللي يحصل معهم واحد يسدد الطالب مبلغ 3000 جنيه سنويا مقابل الخدمات الاضافية التعليمية ويتم زيادته ايه سنويا خامسا بالنسبة لعقد الامتحان بيتم عقد الاختبار يومي الاحد الموافق 26 سبعة 2020 والاثنين الموافق 27 سبعة 2020 بالمحافظة سادسا نظام الامتحان يعتبر هذا الامتحان اختبار مصابقة للكبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية اتنين يعقد هذا الامتحان الالكترونيا عبر اللجان الالكترونية المخصصة لهذا الامتحان وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الالكتروني للوزارة ويعقد الاختبار منظور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المكررة الالتحاج بالمدرسة مهما كان مجموعة درجاتهم في امتحان شهادة اتمام التعليم الاساسي ومهما كان العزر في التغيب عن الاختبار الالكتروني ثلاثة يحق للطالب الذي لم يتم قبوله في الاختبار التظلم خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ اعلان النتيجة على ان يقدم التظلم الى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة ويختص قطاع التعليم الفني بفحص التظلمات التي تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستفاء شروط التقدم ده كان بالنسبة يا شباب للمدرسة وبالنسبة لشروط التقدم بتاعتها وازاي نقدم لو انت فيه مشكلة قبلتك او سؤال مش عارفه وعاوز ايجابه سيبه افتح عليك ان شاء الله وهنرد عليك بس يريد تعملوا لايك لهذا الفيديو عشان ينتشروا كل زمالك يعرفوا المدرسة اللي فتحت ومعادة تقدم لها وتمانياتي لكم ان شاء الله بالتوفيق والنجاح والى ان القاكم في فيديو قادم استردعكم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته